اهلا بكم متابعي القناة يا الكرام احب استعرض معكم كورس مايكرويف عملي موجود على القناة هو كورس مدفوع عامل منه نسخة اب اندرويد وفيديوهات متاحة للميمبرشيب في القناة نتكلم الاول على محتويات الكورس عبارة عن فيديوهات بتركز على الجانب العملي اكتر بنشرح على اربعة اكوب منت هو الترافيك نود من لينك اريكسون الارتي ان هواوي سيا اي جي اس توينتي ولينك الان اي سي الهدف من الكورس ان انا مثلا بمشرح اي حاجة بنطبقها على الاربع اكوب منت اللي معنا في الكورس فانت بتفهم ان الفكرة واحدة فبالتالي لو وجهت اي لينك هتقدر تتعامل معه وتفهم ان الفكرة واحدة وتقدر تشتغل عليه ده الهدف الرئيسي من كورس محتويات الكورس الفيديو الاول بنبتدي نتكلم على المقونات الرئيسية للميكرويف في الموقع بعد كده بنبتدي نفك لينك مع بعض ونشوف شكل البورده ايه ونتعمك في المكونات الرئيسية للينك بعد كده بنبتدي نشرح الكروت وزيفة كل كارتة سوى الترافيك نود او بعد كده بنبتدي نتعلم ازاي نعمل لوجين على الاربع اللي معنا بعد كده ازاي تعمل لجزء الريديو بنتكلم عن الالايمن وازاي بنعمل لديش انتنة بعد كده بنبتدي نتكلم على جزء مهم جدا اللي هو دي سي ان او المانيجمنت وهو عندنا نوعين انا اخذوه في اتنين فيديو اللي هو الام باند والاوت باند ونعرف الفرق بينهم مهم جدا بعد كده بنتكلم عن الانواع اللي هي الان بلاس وان والوان بلاس زير وازاي نعمل البروتكشن والإكس بيك وكل الانواع ديه بنتكلم ازاي نكارية الفيلانات لان مهم جدا لان معظم الساعدات بقت كلها اوبر اي بي بعد كده بنتكلم على اشهر البروتوكولات اللي هنصدفها على الاجهزة ديه زي الانهانست فيزيكا لينك اجريجيشن اه بعد كده هنبتدي نتكلم على الترافيك بالتفصيل سوى بي دي اتش او اي س دي اتش اه بعد كده هنشوف ازاي نعمل اوبجريد للاربع ايكوبمنت اللي عندي اكشن الابجريد ده مهم جدا سوى شغال فيلد او باك اوفيس بتحتاجه بعد كده هنبتدي نعمل لوب اه ونعرف ايها انواع اللوب اللوب دي مهمة جدا في الترابل شوتنج ومهم تفهمها بعد كده الفيديو الستاشر هنتكلم على الالبي تست ده على الارتي ان واخيرا ازاي تاخد من الاجهزة دي دي محتويات الكورس ازاي تقدر تشترك في الكورس ده طبعا لو دخلت على جوجل بلاي على بلاي ستور هتقدر تشوف وتكتب مايكرويف كورس هيجي لك الكورس هنا اه هو ده كده سعره سعره ربعمائد جنيه وهتبتدي تنزله اب اندرويد بتدفعهم مرة واحدة وبيكون الكورس اه متاح لك ده بالنسبة للاب لو فتحنا الاب كده مع بعض هو عبارة عن فيديوهات وكل فيديو مدعم بي بي دي اف لو حبيت ترجع للفيديو مش عايز تسمعه وعايز تشوف حاجة معينة ممكن تفتح هي عبارة عن سامري للفيديو الطريقة التانية انك بتدخل على القناة وفي كلمة هنا اللي هي الانتساب للقناة بتدوس عليها بيبتدي استعرض لك بتاعت القناة الكورس متاح لجولد سابورت اه تمن وهنا تلتمائة وسبعين جنيه بتدفع شهريا فانت ممكن تشترك شخص وتسمع الفيديوهات وتلغي اشتراكك طبعا الموضوع امن لان انت بتتعامل مع جوجل هنا اه تقدر تلغي اشتراكك في اي وقت تقدر تشترك شهر بس وتسمع الفيديوهات لو مش حابب تكمل اه لكن للناس اللي حابة تكمل اه احنا حاليا نشغالين في كورس بنشرح اليو الفين لو حابب تكمل مش حابب تقدر تسمع فيديو وتلغي اشتراك بمنتهى السهولة والموضوع طبعا هنا هتعلم على جولد سابورت وتعمل جوين وتكمل بقية طيب لو اه في الناس بتبع بتقول لي اه زرار بتاع جوين ده مش موجود ممكن الحالة انك تنزل موبايل او في طرق كتيرة انك تظهر لو دخلت على اليوتيوب الانتساب اه في اليوتيوب هتلاقي في ناس كتير اه شرحة طريقة ازاي تظهر زرار الانتساب في اه اليوتيوب طيب بالنسبة للممبرشيب لو جيبنا البلاي لست هنا هيكون متاح له ده لجولد سابورت والمايكرو ويف كورس لو جينا على الممبرشيب هتلاقي كل الفيديوهات دي متاحة اللي حابب يشترك الكورس بازل في مجهود كبير جدا بيركز على الجانب العملي هي اهلك ان شاء الله انك تتعامل مع اي لنك تقدر هتعمل له كونفيجريشن هيهلك انك تشتغل فيلد كويس تشتغل باك اوفيس وبتمنى الكورس يكون مفيد وبشكركم والسلام عليكم ورحمة ورحمة الله